باب كيف كان بدء الوحيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا الحميدي عبدالله بن سبيب قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص نال الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يمكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه chapter number 1 how the divine revelation started being revealed to Allah's messenger narrated Umar bin Al Qattab I heard Allah's messenger saying the reward of deeds depends upon the intentions and every person will get the reward according to what he has intended so whoever emigrated for worldly benefits or for a woman to marry his emigration was for what he emigrated for him to haramidi نے یہ حدیث بيان کی اشتركوا في القناة